مرحبا انا سياسة ريمنيدا اليوم الفيديو سيكون تنصيقات ملابس العيد في فيديو تجهيزات ملابس العيد حكيت لكم باخر الفيديو انو هصور فيديو تنصيقات ملابس العيد لحال فيديو لحال ففي هذا الفيديو انا جبت اواعي العيد تبعوني وجهزتهم عشان اوجيكم اياها وهم خمس اواعي خمس ملابس اه المهم فانا جهزتهم عشان اصورها اليوم خلينا نبلش الفيديو وابا نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك وسبسكراب وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد انا بنزله الاواعي اللي جيبتهم انا في منهم من غزة في منهم انا جايبة من كوريا قبل ما لبستهم فكلهم نخبط في بعضه بس كلهم اجداد عشان في اواعي كتير عندي والمرا لبستوا اجداد فقلت خليني البسها للعيد اوه يلا بلش بالفيديو اول اشي هي هادي الاميس وهي الاميس فرجتكم اياها في فيديو تجهزات الملابس العيد هي هادي اول لفسها اول شي ااميس طويل زي ما وجدتكم في هاداك الفيديو حكيت بس خلاص خليني اعيها الاميس هذا الطويل اللي بيكون من ورا طويل ومن قدام اصير وعلى هذا الحزام هاي اهم اشي الحزام عشان اميس هيك لحال طبعا ما بزبط فهذا الحزام بربطوا بتنص هيك ونشدوا هيك بالنص عشان عشان يشد بالنص ويكون راخي من تحت ويبين زي فستان فهي الاميس هيك هاي اللبسة الاولى معاها هادا المنطلون اسود هيك هلبسو تمام هيك هاي اللبسة الاولى على شالة على هاي الشالة الشالة هاي على لون هادا الحزام هيك جبته وهلا خليني ألبسها واعدني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي اللبسة الاولى كثير كثير حلو كثير حبيت اللبسة انا اول مرة لبسة زي هكي انا عميس على اشي كحزام اش هيك بس كتير عشبني اللي حتى البنطلون الأسود هيك لابق حسيت لابق القواعي هيك عليها حتى الحزام هيك كان مشدود و رفعت القميس شوية عشان أرخي هيك فوق يعني فهي هيك اللفسة و هلأ حورجيكم اللفسة التانية وهي اللفسة التانية هادي مع هذا البنطلون جينز فاتح منطلون جينز فاتح هاي Wal meet Al hypothalam下 هاي يطلعون م planeta With the refren amban jadi shades هاي أميس أبيض على crop top هاي بسموها بلوزة عصيرة هاي ولا ter 우리 علي هي البنطلون الفاتح علي�� شاجة هاي لون الشالة ج Went testimony هاي أبيض سادة و هاي قبيض بس هناTA أشكال موسيقى وهيك اشكال وهي سادة انا مش عارفة ايش اصبط فحلبسها وحورجيكوا اياها وبعدين بتقيمولي ايش احلى فخلينا البسها وبرجع لكم اوهاي اللبسات التانية اول اشي لبست الشادة البيضة السادة انا حاسة حبيت الاشي هيك الوزة الاصيرة هاي عالة اميسة طويل كتير حبيت الاشي وهلأ بدي البس الحجاب هادا الشالة اللي فيها اشكال هاي خليني ألبسها وقاجي هاي الشالة التانية اللي بيضة وفيها اشكال عشان اعرف ايش ألبس بالعيد حاسة بتنين ضابط ولا الابيض هاداك اضبط مش عارفة فهي اللبسة التانية وهلأ اللوحة للبسة التالتة وهاي اللبسة التالتة جاكت رسمي واجدكوا اياها في فيديو الفات التجهيزات العيد وهي الجاكت الرسمي على بلوزة بيضة تحت كنت بدي بلوزة بيضة عليها اشكال بسيطة هيك فالمهم لقيت بالاخر هاي لسه التجه زي ما هو موجود فحسنت هادا ممكن يزبط على الجاكت هاي فجاكت البيوزة بيضة هاي على هاي الجاكت الرسمي قلت عن جد هاي اكتر اشي عجبني انه في هيك بوينت بالكم هيك ازا طمنا شوي فهاي جاكت الرسمي على بانطالون جينز بتلبس البانطالون جينز وهاي البانطالون جينز وهاي البانطالون عندي من قبل فقلت هادا اللون حيزبط على الجاكت هاي انا ما كنتش يعني اعرف الجاكت الرسمي يزبط على الجينز بس شفت صور وهيك اشياء عجبني الجاكت الرسمي على الجينز وانا بدي هاي اللون كنت وعندي هاي اللون فمش مضطر انا اشترك من واحدة زيها يعني على شالة هل احواجيكم اياها على هاي الشالة هاي الشالة بالعامدان جيبت لون هيك يكون فاتح عشان نحسيت اللوب كله هيك شي جاعة غامئ فجيبت ازرق بس يكون فاتح شوي يكون هيك تغيير للبس يعني فوق لازم يكون هيك الشالة لون هيك يفتح فخليني اروح البس القواعي فوق تمام وهي اللبسة الثالثة جاوي احبكرا لا واحدة اللي جبتوا كله عجبوني يعني جد كتير اول اشي هاي جاكت رسمي هيك لبستو على بلوزة بيضة حاسة هل احروح اشتغل حاسة هيك رايح اشتغل مش عارف التكنولوجي مش عارف الرسمة حتى فيها كمبيوترات واشياء رايح اشتغل هيك البلوزة بيضة عليها كمبيوترات مش عارفة على جاكت هاي رسمي هيك طويتها شوية بالعمدن حتى الرسمة مش كلها يعني بس هاد الشقة عشان نطويها على بانطلون هاي البانطلون عندي ايام من قبل وكنت بلبسها دايما كتير وحاسيت اللون بيضبط على هاي الجاكت فلبقت هاي على هاي خليني اروح عورا عشان يبين كله طبعا هيك اللبسة يو كتير حلوة ها صح والشالة هاي حسيت الازرق ظابط مش عارفة حسيته ظابط انتو برضو احكولي بالتعليقات ايش ازبط جنبت الابيض بمش بالفيديو الربط توي محسيتوش ظابطة ابيض على ابيض هيك وكله ابيض مش كتير حبات بس هاي الازرق عشان هيك فاتح وهنا غامق وحسيتم هيك صار تغيير فهاي الازرق لا حسيته ظابط جد بعدين على بندانة بيضة هيك يعني ظابط ولا صاح احكولي بالتعليقات عن جد احكولي رأيكم بصراحة عشان برضو انا اعرف واش هغير واش اللي صابط واش اللي حلو هيك يعني فهاي اللفسة التالتة اه صح ليس هدها اللبستين تمام هلأ هورجيكو اللفسة الرابعة وهاي اللفسة الرابعة هاي سانا اورجيكو قميص ابيض وفيها اشكال هيك بلون الازرق زي الفسطان طويل بس يعني جاي هيك على جسم شوي فهيك الفسطان اه فسطان اه قميص ابيض على فسطان ازرق وفيه اشكال هان على لون الزرق فهيك فهيك الشكله طويل هو زي الفسطان طويل على شالة لونها بيضة حسيت الشالة بيضة الزابط عليها على بندانة كحلية عشان الفسطان كحلي هيك اللفسة الرابعة انا مش كتير مبالبس فسطان بصراحة كتير يعني بس خليني اجرب اشيب حلو علي ولا لا عشان مرة جايبت اشتي فسطان فهي اللفسة الرابعة وهي اللي وهي اللفسة الرابعة جبت هاي الشنتة قولت هاي الشنتة بيلبق على هاي اللون هيك لونه ازرق فكحلي يعني فبيلبق على هاي اللفسة فلبست كل شنتة هاي المهم هيك اللفسة كيف اكتبيني رأيكو في التعليقات وهي الفسطانة او رأي بس فسطان بس يعني عجبني يعني مش عارف والله جديد الفسطان وهي اللحظة هاي اميس على بيضة على بدنا كحلي على اش فيه هاي الفسطان هاي كحلي طويل وطويل فشاف لك افضلوا بتحيد وكمان فيه انا جبت حزام اسود هاي احط حزام بالنص قولت ممكن يوزبوط ممكن لا هاي الحزام الأسود هاي أحطوا هيك بالنص عشان يبين انه تغيير اشي هيك هيك الحزام اشتائكم وردو اكتبوا لي في التعليقات اشتائكم وردو وفيك شنطة إلها تمام هيك الشنطة تبعتها مش تبعتها أنا لبقتها كحلي هيك أسود جاي مع هاي وكحلي مع كحلي وهاي أبيض على أبيض هيك المهم مخبطيطة مش عارفة لي المهم هيك حطيت حزام بالنص عشان هي هيك فستان جاية فبدي كنت اشي هيك يعمل بالنص بس لقيت هاي الحزام مش عارفة ضبطة ودلق عشان توي توي عند جيت خطرت على بالي ماما حكتلي اشي هيك تحط الحزام جلبيها فوقتلي هلأ باشوف بعدين انا هيك جربت برضو اكتبولي رأيكم بالتعليقات عشان اعرف انا برضو بحب رأيكم بحب اخد رأيكم فاكتبولي فهاي هيك اللبسة المهم هاي هيك اللبسة الرابعة وهلأ هورجيركم اللبسة الخامسة وهي اللبسة الأخيرة هلأ هورجيكوا إياها هاي اللبسة الخامسة وآخر لبسة أخير إذا لمصلوا للآخر اللي أنا ساعتين بخيره بلبسه المهم هاي اللفثة الأخيرة هي فسطان جاية فسطان لونه جاي على اش بسموها لون اللحمي او اش زي هيك فهيك الفسطان طويل على اشي قولت لازم ألبس اشي بلزق لجو هاي فجبت اسود هاي بلزق اسود انه بلزق الجسر هيك فجبت هاي على شالة هاي اللون صراحان جد صعب علاقي شالة بالبقعة هاي اللون مش عارفة صعب دورت بس ملاقيتش وجبت لون اللحمي نفس هاي اللون شفت يعني برضو مزلطش فهاي انا لقيت بس مش عارفة هاي يوضبط ولا لا عشان هانا فيه لون اللحمي وهانا برضو فيه هاي اللون وهاي الزهر يمكنني فتح الأواعي هاي فجبتها بس مش عارفة فهذا انا اصلا جبتها من قبل بس ما لبستوها مرة فقولت يمكن يضبط على هاي الأواعي و بدي أجرب ألبسها الهلا مجربتش ألبسها فألبسها وأرجع لكم وهاي آخر لبسة هاي لبسة الخامسة أخيرا خلصنا أنا تعبد كثيرا المهم هاي آخر لبسة بلوزة هيك سودا على هاي الفسطان على هاي الشالة أول إشي هاي الفسطان هاي طويل على لون اللحمي بقولوا عنو و هاي الشالة توقعت انو مش هيزبط عليه و انا عشان جبتها عشان هاي اللون جاع هاد اللون هيك لحمي حسيت فيه هيك تغيير صار باللوك انو هيك فتح الاشي فلا انا حبيت هذا الاشي هيك هاي اللوك الخامس واخر اشي الشالة هيك فيها زهري فحسيت وهيك بيعمل فهمين كيف انو زهري عمل تغيير هاي البلوزة الاسود هيك المهم عجبني اللفسة الخمسة كلهم عجبوني الحمدلله اتوقعت يعني في اشي مش هيعجبني بس الحمدلله عجبوني واكتبوا لي بالتغليقات تحت ايش اكتر لفسة عجبتكم هيك اللفسة هاي تقريبا هيك هيك خلصنا مش عارفة هاي هيك بضغط تمام خلص الطهان وبس هيك خلصت تنصيقات العيد كلهم خلصوا انو بحب الفيديوها التنصيقات الملابس وهيك بس مطعب بصراحة مطعب بس هذا كان فيديو اليوم ان شاء الله عجبكم الفيديو وما تنسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد انا بنازله وبس باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة